موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن من نعم الله تعالى الكبرى ورحمته الواسعة أن فتح باب الشهادة أمام عشاق الشهادة والمريدين لها بشرط أن يكون طلبهم ممهورا بالصدق والإخلاص والإيمان ومن شروط الشهادة الحق أن يكون الموت في سبيل الله من أجل الأهداف الشرعية الكبرى ليس طبعا بمقاتلة المسلمين والانطلاق من التكفير الأعمى كالذي رأيناه مثل حركة الدماء في البلاد العربية والإسلامية الشهادة الحقة هي التي تتأتى من رد كيد المعتدين والظالمين وأبرز مصداق لها اليوم في فلسطين المحتلة التي تتعرض لأكبر إبادة في العصر المعاصر ورد في الحديث الشريف عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه منزلة الشهداء عنوان برنامج الدين والواقع ويشاركنا في النقاش الشيخ الفاضل العالم محمد النوري نائب رئيس مجلس علماء الرباط المحمدي في العراق مشاهدين مرحبا بكم جميعا شيخ محمد حللت أهلا ووطأت سهلا ومرحبا بك في ضيافة برنامجنا مرحبا بك يا سيدي الكريم وبالمشاهدين وبكل من يسمع هذا الصوت مدي بوركتا يا سيدي طبعا قبل الولوج إلى بحر الموضوع مفهوم الشهادة أحاط به الكثير من الشبهات وكنا نسمع لفظة شهيد تطلق على كل من هب ودب فكيف تبين لنا الفرق بين شهيد لله يستشهد في سبيل الدفاع عن تغور المسلمين أعراضهم نواميسهم جغرافيتهم ومن يموت في مقاتلة أخيه المسلم القرآن الكريم قبل أي كتاب آخر تحدث عن هذا الفضل وهذه المنزلة وهذه الدرجة العظيمة وهناك من يفصل على أن الشهادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام شهيد في الدنيا والآخرة وشهيد للدنيا فقط وشهيد للآخرة فقط والشهيد الذي هو ينال يعني المرتبة الدنيا والآخرة فهو شهيد في الدنيا وشهيد في الآخرة هذا يعني تم تحقيق ذلك من قبل سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو في منزلة من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد لأنه وقف يدافع عن القيم العليا عن المقدسات عن الأرض عن كل ما من شأنه يستحق الدفاع وأن يقف وكانت النية خالصة لوجه الله تعالى ثم يعني تقدم بهذه الروح الكريمة الطاخرة يعني يجود بالنفس إن ظن الجواد به والجود بالنفس أقصى غاية الجود وهذا الشهيد هو شهيد عند الله وهو شهيد في الدنيا فهو حصل على مرتبة الشهادة في الدنيا ومرتبة الشهادة في الآخرة وهذه منزلة عظيمة القرآن منعنا على أن نقول عن ذلك الشهيد وهذا المقام وهذه المنزلة وهذه الدرجة أنه من الأموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فهو يثبت لهم الحياة ويبرهن على صدق هذه الحياة بأنهم يرزقون ثم يثبت لهم الاستشعار والاستبشار فهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يثبت لهم الولاية العظمى وأنهم دخلوا في ولاية الله سبحانه وتعالى وفي عنايته ورعايته هذا المقام هو المقام الأعظم وهذا ما تفضلت به في مقدمة حديثك على أنه تكون النية لله وفي إخلاص وصدق وطريق مستقيم ودفاع عن مقدسات الأمة وكرامتها فهو المقام الأعظم وهو المقام الأسنى وهذا المقام هو شاهد على مراد الله وشاهد على منهج الله وشاهد على عطاء وفض الله للأنبياء والرسل ولكل ما أحيط بهذه الحمولة وهذه الكلمة من دلالة ومعنى وهو شاهد أيضا على كريم المنزلة وعظيم المنزلة وشاهد أو يشهد لمن من أهل بيته ومن حوله وشفيع أيضا في أهل بيته فهو مقام حفى الله به من عناه بهذه المنزلة بعد النبوة والرسالة والصديقية تأتي هذه الشهادة في منزلة نعم الشيخ محمد قبل أن تكمل فقط من أسماء الله الحسن الرقيب جل فعلا ليس بمعنى المخابرات والمراقبة الأمنية لا الرقيب العالم محضر الله وجل فعلاه يرانا من حيث لا نراه وأيضا الشهيد رقيب وأشرت إلى أنه حي وهذه الحياة تملي علينا كمسلمين واجبات كبرى لأننا إذا حذنا عن خط هذا الشهيد سيرانا ما الذي يجب أن نفعله حتى لا نخجل أمام هذا الشهيد الذي يتابع مسيرتنا وحركتنا بلا شك أنه الشهيد يشهد على أمته بالسير على طريق الأنبياء والمرسلين ما يجب فعله من قبل الأمة هو الحفاظ على المبتنيات الكبرى لماذا هذا الشهيد جاد بروحه لتكون كلمة الله العليا لماذا جاد هذا الشهيد بروحه للحفاظ على مقدساتنا لماذا جاد الشهيد بروحه للحفاظ على حرمات المسلمين لماذا جاد الشهيد بروحه لتعود الأمة عزيزة موحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة إذا ما قمنا بأهود الله وحافظنا عليها في مياديننا ودولنا ومؤسساتنا أعتقد أننا كنا أوفيا مع الشهداء أما إذا تخلفنا وتخلينا عن أهود الله وأهود رسوله وأنبيائه والمصلحين والمخلصين في الأرض أعتقد أننا حدنا عن طريق الشهادة وحدنا عن طريق الشهداء أيضا كيف يساهم دم الشهيد ودماء الشهداء أمتنا صارت ملأة بالشهداء وخصوصا في فلسطين المحتلة كيف تساهم هذه الدماء في تقوية الفكرة الأهداف الربانية مقاصد الشريعة الإسلامية لكأن هذا الدم يملك معادلة خاصة لا تملكها بقية المعادلات أعتقد من المعادلات التي يملكها هذا الدم هو إزالة الحجب ما بين البشر أو العباد وبين رب العباد لأن الحجب التي بينها وبين الله هو حب الدنيا وكراهية الموت وهذه الدماء أثبتت للمؤمنين وأثبتت للمخلصين أنها قادرة على اختراق ذلك الحجاب حجاب الدنيا حجاب حب الدنيا حجاب الملذات حجاب الشهوات أعتقد أولئك الشهداء اخترقوا هذا الحجاب ووصلوا إلى نور الله وصلوا إلى ملكوت الله فبهذا الوسط العظيم أعطوا الطاقة الإيجابية والطاقة النورانية لكل أحبائهم والسائرين على طريقهم نعم وهذا يقودنا للحديث عن شهداء فلسطين الذين رأينا استبسالهم وبطولتهم ودفاعهم عن الأقصى نيابة عن ملياري مسلما تقريبا دائما في كل أزمان الأمة السابقة في كل حضاراتها في كل العهود العهود الأنبياء والمرسلين أقوامهم دائما هي القلة المنتصرة والقلة هي من ترفع اليواء والقلة من سيمنحه الله العزة والنصر ولكن هذه القلة إذا ما اتسمت وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين أي ثلة جمعت بين الإعداد المادي الأسلحة المادية والأسلحة الروحانية النورانية الربانية جمعت الكلمة وجمعت الوصل وكانت قريبة من النصر نشاهد سيدنا نوح عليه السلام على سبيل المثال بقي في الدعوة أكثر من ألف عام أو ألف سنة صحيح ألف سنة إلا خمسين عاما نعم في نهاية المطاف هو استخدم كل الأساليب وكل الأدوات نعم في تحقيق الدعوة لكنه عندما رأى أنه يستنفذ أو استنفذ كل الوسائل قال في نهايتها أشهر سلاح الأرواح في أرض المعركة قال ربي إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيون فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر أعتقد أنكم أيها الأحبة أيها المرابطون أيها المجاهدون في فلسطين وفي كل ميادين قتال إذا ما شعرتم أن الضيق والإضطرار وصل إلى هذه المرحلة وصل إلى هذه المرحلة وإلى هذه اللحظات فعليك أن تشهر هذا الدعاء وهذا السلاح إني مغلوب فانتصر نعم في منظري ومشهدي المهجرين والنازحين من أبنائنا وأبناتنا وإخواننا وأخواتنا في غزة نعم إني مغلوب فانتصر في مشهدي سيل الدماء من الجرحى والشهداء إني مغلوب فانتصر في مشهدي صراخ الأطفال والكبار والصغار في بيوتاتنا ومساجدنا وفي كل مدارسنا ومؤسساتنا في غزة إني مغلوب فانتصر وموسى عليه السلام حينما وقف على البحر وقال قومه البحر من أمامنا والعدو من ورائنا ماذا نصنع؟ قال موسى أولا كلا إن معي ربي سيهدين المرحلة الثانية أو السلاح الثاني استشعار المعية فإذا استشعرتم واستشعرنا سوية المعية بمعية الله سبحانه وتعالى كلا إن معي ربي سيهدين كان الجواب من ربي لسيدنا موسى أن يضرب بعصاك البحر إذن أعتقد أنه إذا استخدمنا أسلحة الروح أسلحة المعنى قوة المعنى وقوة الروح مع أسلحة المادة وأعدوا لهم من استطعتهم من قوة من رباط الخير كان هناك تكامل وكانت هناك صورة وأعتقد أن عالم الملكوت سيلتقي مع عالم الملك وسيكون النصر بإذن الله بحول الله ذكرتني بقول نوح كما ورد في كتاب ربنا العزيز الحكيم إن مغلوب فانتصر وهذه الآية تنطبق تماما على المستضعفين في فلسطين الذين خدى لهم إخوتهم بالدرجة الأولى قبل الكفر العالمي وأمم الشرك الغربية التي تعتبر المسلم إنسانا رخيصا تدبحه من الوريد إلى الوريد شيخ محمد نمضي سوية إلى آي من الدكر الحكيم إلى كتاب ربنا الذي وعدنا بالنصر بالغلبة شرط الصبر والجهاد والمثابرة وعدم اليأس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بصائب للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساغراء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلاغه غواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون صدق الله العظيم مشاهدين أهلا بكم من جديد عدنا والعود وأحمد مع الشيخ محمد النوري من العراق الحبيب من العراق الذي كان جريحا بالتكفير والإرهاب وها هو العراق يستأنف دورته والحضارية ونسأل الله تعالى أن يؤمن العراق وكل بلاد العربي والمسلمين شيخ محمد كنت تتحدث عن أقسام الشهداء وطررت أن أقدم مداخلة عارضة أرجو أن تعذرني فهل أتممت رجعاني؟ كان في الحديث أنه المقام الأول والمنزل الأولى عن الشهيد الذي تشهد لتكون كلمة الله العليا وهذا هو المقام الأعلى والمقام الأسمى والمقام الأقدس عند الله وعند عباده المتقين المرحلة الثانية هو الشهيد الآخرة فقط وهو الشهيد المظلوم وهناك أقسام في الشريعة وفي السنة أقسام كثيرة الشهيد الذي مات مبطونا والشهيد الذي مات غريقا والشهيد الذي مات حريقا حتى الذي مات بالهدم أيضا جلاجل فكل ذلك لهم تعويض من الله سبحانه وتعالى لكنه في مرتبة ثانية لأن المرتبة الأولى هو جاء بكامل وعيه وكامل إدراكه وقدم أعظم ما يملك وهي الروح قدمها لأجل الله لتكون كلمة الله العليا هذا في المقام الأول في المقام الثاني أيضا هو ضحة لكنه ضحة بالأقدار الأقدار هي التي سارت عليه والأقدار التي هجرت عليه فتكون منزلة أدنى من المنزلة الأولى فهو شهيد في الآخرة لكنه يصلى عليه ويغسل في الدنيا الشهيد الأول لا يغسل صحيح ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه مكرم عند الله سبحانه وتعالى والشهيد الأول له منازل عظيمة منها أنه يغفر أو يغفر الله له عند أول قطرة دم تسيل منه وأما الشهيد الثاني في المرتبة الثانية فهو شهيد عند الله بمنزلة ودرجة لكن أقل من الشهادة الأولى المرحلة الثالثة وهو شهيد الدنيا وهو الذي قاتل رياء قاتل سمعة فهو بالمسمى شهيد لكنه بالمعنى الدقيق وبالجوهر ليس بشهيد لهذا الحرص على الإخلاص بالعمل من مقومات النصر ومن مقدمات النصر الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة هذا لغير المخلصين أما المخلص بالعمل فلو كان العمل قليل لكان عند الله كثير في البركة والنور والسرور والله سبحانه وتعالى يثق الموازين المؤمنين ولهذا رسولنا الحبيب قائدنا وعظيمنا روحنا وقلبنا سيد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أخلص النية يكفيك القليل من العمل إذن الشهادة مقام رباني عرفاني متطور ومتقدم إلى أقصى درجة أنا أعتقد من خلال دراستي في الدكتوراه كعندي البحث الأطروحة تصحيح القرآن الكريم لروايات التوراة والإنجيل جميل بذكر الأنبياء جميل والأمم السابقة دراسة نقدية وصلت إلى حقيقة على أن الأنبياء والرسول جمعوا بين كل المقامات وهم أنبياء وهم شهداء أحسن وهم في أعلى مراتب الشهداء بالإيذاء شهداء كانوا في حمل الرسالة كانوا شهداء في العمل لخلاص الناس كانوا شهداء في تقديم الهداية للبشرية كانوا شهداء في وصل الناس برب الناس كانوا شهداء ثم ارتقوا من هذه الدنيا إلى الآخرة وهم شهداء إذن الأنبياء والرسول يا سيد الكريم والمشاهد الكريم هما في أعلى مقام الشهادة وهناك من ضل هذا الطريق من أمثال التكفيرين وهؤلاء مدرسة الوهابية التكفيرية التي تنظر إلى نبينا رجل بلغ الرسالة وانتهى الأمر هنا انتقل إلى الذين استشهدوا في عهد رسول الله وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة الكرام وأهل البيت أهل بيت الرسول يعني كان هناك تنافس من يستشهد أولا يقينا هؤلاء كانوا يرون مقامهم في الآخرة وكان عندهم يقين برب العالمين بشكل فضيع حتى بالمناسبة أحد الغرفاء بالله قيل له لما تذكر قال لأن الله ذكرني لو لم يذكرني لما ذكرته فقد وفقني للذكر وكذلك الشهادة ماذا عن هذه الحقبة في عهد الرسول الأعظم حتى نصل إلى شهدائنا في العصر المعاصر جنابك تعرف من أوائل الشهداء هو عائلة ياسر نعم عمار بن ياسر وهذه العائلة الكريمة ياسر وسمية وسمية لك أن تتخيل كيف كان يمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على هذه العائلة الكريمة وهي تعذب في الإسلام والبلاء ينزل عليها والتعذيب والإهانة والسخرية والحبيب ينظر إليهم ويقول صبراً آل ياسر فإنما أعدكم الجنة أحسن وأعتقد أن هذا البيت الكريم ضرب من أروع الأمثلة في هذه الشهادة وصدق الاعتقاد وصدق الوفاء مع الله ومع رسوله إلى أن انتقل ياسر وانتقل السمية إلى الله سبحانه وتعالى سيدنا الحمزة نعم ابن عبد المطلب هذا المناصر هذا البطل هذا الرجل العظيم كيف كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف اختفع شهيداً في معركة أحد كيف صلى عليه النبي مع كل شهيد من شهداء أحد يأتي بالشهيد صحيح ثم يعني إلى جانب سيدنا الحمزة فيصلي وهكذا صلى على كل الشهداء نعم وبوجود سيدنا الحمزة وهذا كرامة عظيمة الحديث عن المنزل الآخرة والحديث عن الشهداء وعظمة منزلتهم يا سيد الكريم لك أن تتخيل أن الشهيد يتجاوز محنة القبر نعم ويتجاوز محنة السؤال صحيح ويتجاوز كل الفتن والمحن التي هي في طريقنا إلى الآخرة طريق البرزخ طريق الصراط طريق السؤال عند السؤال وعند الميزان لهذا أحد الأصحاب يعني سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أين أجدك يا رسول الله يوم القيامة هب أنني دخلت الجنة أين منزلتي من منزلتك الله قال تجدني في ثلاث مواضع لا أفارقها تجدني عند الصراط وأنا أنا أنادي أمتي أمتي الله أكبر أمتي أمتي خفف عنهم قال فإن لم أجدك قال تجدني عند الميزان نعم عندما تتطاير الصحف نعم وأنا أقول أمتي أمتي قال فإن لم أجدك قال تجدني عند الحوض أسق المؤمنين بيدي الكريمتين الله الشهيد الشهيد لا يمر بهذه المحن محنة الصراط نعم ومحنة الميزان ومحنة العطش العظيم للقيامة بل هو الشهيد يبحث عن أحبائه أحسن وعن المقربين من أهل بيته ليدخلهم في كنف رحمة الله وشفاعة سيدنا رسول الله شكرا جزيلا لك الشيخ محمد النوري من العراق الحبيب وذكرتنا حقيقة في هذه الأمسية برسولنا العظيم الذي كان يهتم بأصحابه كان يهتم بالناس جميعا يسأل هذا وذاك عمية عين لا ترى فضل رسول الله تعسى قلب لا يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشهداء هم أرفع الناس مقاما وعلاهم درجة لذلك كانوا في صحبة المنعمين من النبيين والصديقين والصالحين وهم الأحياء الشهود على هذه الأمة يراقبون أداءها هل بدلت؟ هل غيرت؟ هل ما زالت محافظة على قداسة الأفكار؟ والأهداف الربانية التي ضح لأجلها هؤلاء الشهداء الشهداء رافعة للأمة يؤدي تذكارهم واستحضارهم إلى رفع المعنويات وتقويم العجاجات وعدم الرضوخ للذلة والاستكبار دم الشهيد هو الوحيد القادر على سقي شجرة العزة والكرامة والحضارة والحصانة والقوة في هذه الأمة لهم حق علينا نعم لهم حق علينا نحفظ سيرتهم ونحول بطولاتهم إلى دروس تنهل منها الأجيال معاني الرفع والسمو وكيف يكون الذود عن دين الله الدين الحق والجهاد الحق هو جهاد المعتدين والظالمين والسارقين للأوطان والموارد وقاتلي الشعوب إلى هنا تكون حلقتنا قد وصلت إلى تمامها هذا يحيى وزكريا يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وتقبل الله أعمالكم وقيامكم ونسألكم الدعاء جميعا بورك فيك شيخنا العزيز يلي نور البدر نور من قبينك يا شفيعي يا رسول الله حبيبي يوم ميلادك كان ميلاد النور لدينك كل أمل يوم هنايا يا شفيعي يا رسول الله حبيبي يوم ميلادك كان ميلاد النور لدينك كل أمل يوم هنايا كن طبيبي يا شفيعي يا رسول الله حبيبي يلي قربك قنة الوسعر رحيبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر